الانضباط تيجي تقول ان رؤساء لندي دول ماش هنقرب منهم كلهم خلاص ويبقى الامر اخلاقي لدى كل السادة الرؤساء ان هم يتعاملوا بشكل او باخر زي ما قال فرج بالاحترام الواجب لكن نهاردة حضر المستشار مرتضى منصور طبعا المباراة وكلنا طبعا شفنا الصور اللي هو كان موجود فيها في الملعب ومن ثم ماذا تملك لجنة الانضباط والاخلاق في هذا الامر وفقا لللايحة بتصاعد يعني بتضاعف كده وكده لكن عشان نكون منطقيين كيف سيتم التطبيق خلي بالك ان العقوبة على رئيس النادي ليس لها دخل بالنادي خالص يعني مش حد يقولك احنا مدام رئيس النادي حضر يبقى احنا هنوقع النادي عقوبة مالية او نقاط لا خالص لكن في عقوبات بتطبق على النادي وفي حالة عدم الالتزام تصل الى خصم نقاط واتحاد الكرة مسؤول عن ان هو ينفذ شكرا يبقى واضح لكن فيما يتعلق تحديدا بالشخصيطين اللي تصادف ان هما الاثنين اخذوا هذه العقوبة ان هما اعضاء في البرلمان ولا يجوز طبعا توقيع عقوبة او مسالة او غيره دون موافقة مجلس النواب هذا هو الامر فيما يتعلق بلجنة طبعا مثلا فيه اتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي عنده عقوبات خاصة برضو بالدسبلين موجودة عندهم اللجنة بالاسم ده الكابتن متحد شلبي يعني عايز يجيبها كده يجيبها كده بس هي كابتن مش متحد هي كده هو في الاول قال احنا ناخد رؤساء الاندية خلاص بالاحترام وده نستبعدهم من القرارات او ما شابه ونتكلم في سكة بقى ان اه في عقوبة ولجنة الاندباط بس ده موضوع نائب البرلمان احنا قلنا خلاص قالوا الحصانة الموضوعية قولا وفعلا في كل ما يخص مجلس شعب وليجانة اما في الخارج يعني موضوع صعب جدا يا كابتن متحد وعندنا ردود على الموضوع ده حتى يمكن من البش مهندس يخلع بزيز ولكن هي الفكرة كلها فان المادة 30 يا كابتن متحد وضحت ومعالي المستشار الجليل سيد بندري وضح انه هو يقدر ياما يعاقب رئيس النادي العقوبة المضاعفة لان حصل خرق للعقوبة او يعاقب النادي فما تاخدهاش يا كابتن متحد في سكة ان النادي يطلع برا الموضوع ويكون فيه تفسير خاطئ لللاقاحة الكابتن متحد يا فارس الاسبوع ده اصلا يعني حتى كمان طلع بفيديو غريب جدا قالك الحكم جهد جريشا بقاله ثلاث مطشاط كل ما يجي للزمالك يخسر فدفع الوحش على الزمالك فاستبعدوه كابتن متحد حكم جهد جريشا خسر الزمالك كمان طلع لكن المطشين اللي بعدهم ما كانش موجود جهد جريشا والزمالك اتعادل وده مش منطق قابلا تكلم اتحاد القرى اصلي الحكم ده فعل وحش وهنخش في السحر والشعوازة كتير الفترة الجاية لكن موضوع دايما مسير للجدل الكابتن ما هنشرب واعتقد احنا عندنا رد عليه من البشموندسة فارس خلد عبعزي هو كابتن متحد دايما عنده مشكلة فيما يخص اللوائح دايما تفسيراته ليها بيعمل مشاكل من قديم الزمان واعتقد هو لو عاد بذكرته هيتذكر وقائع كانت مضاعفاتها سيئة جدا فكابتن الوزير السابق خالد عبد العزيز كان لقى تصريح مهم جدا تعقيبا على الفكرة والمنطق ده وان كان كلام السيد المستشار ريسي اللجنة بيجوب باي حاجة ولكن التفسير ده منطقي جدا وكان فيه وجهته بيقول هل يمنع القانون لاعبا ان يكون عضوا بمجلس النواب وفي هذه الحالة هل من حق حكم المباراة ان ينزر او يطرد هذا النائب الذي يتمتع بالحصانة وهل يحق للجنة المسابقات اقافه لعدة مباريات اعتقد زنق كل الناس اللي بتتكلم بلا منطق في هذه النقطة بان القانون يسري على جميع الاطراف ومش لو لاعب هل لو مدرب خارج الخطوط ارتكب او اساء في تصرحات وهو نائب في البرلمان هل لا يتوقع عليه العقوبات على فكرة انا عندي بقى وجهة نظر مختلفة تماما الاولى والادعى من اي حد بيمثل الشعب في اي مكان انه هو لا يخرج القانون لا يتجاوز يكون هو اللي بيساعد في اعمال القانون من صفات او من مهام اي نائب في البرلمان اللي جان التشريعية اللي بتنفذ القانون اللي بتعمل القانون فبالتالي احنا بنتكلم عن اشخاص هم حيثيتهم هم الاولى في تنفيذ القانون واعتقد ده اللي يجب ان يحدث واحنا رصدنا وهنراقب يا حبيل هنراقب وهننتظر وبرضه بنؤكد الشكر للجنة الاندباط وده اللي احنا عايزينه برغم ان احنا عندنا عقوب واقع على النادي الاهلي متمثلة في الكابتن سيد عبد حفيز حبيين ننهي الفقرة فقرتنا النهاردة الاولى بخبر النادي الاهلي